هذا سؤال جيد هناك أنشطة صفية وأنشطة غير صفية بالنسبة للأنشطة الصفية لها مواصفة وخصائص فهي بنيةوية باعتبارها مرتبطة بالمناهج الدراسية وتخدم الكفايات المستهدفة من الحصة بمكوناتها المعرفية والمهارية والقيمية بالتالي فهي خادعة لعمليات التخطيط القبلي فيما يتعلق بالديباكتيك وفيما يتعلق بالبيداغوجي والاستعداد الدهني واحترام الحيز الزمني باعتبارهما أساس نجاح العملية التعليمية التعلمية مع ما يرافق ذلك من احترام الحيز الزمني للحصة الدراسية كما أن هذه الأنشطة الصفية تخلق واحد التوازن الذي يخاطب المكونات الثلاث لشخصيات المتعلم الوجداني والمعرفي وكذلك الحسي والحركي بالتالي فهي تأخذ بعين الاعتبار حاجيات المتعلمين وميولاتهم وكذلك الفروقات والتعترات المتعلمين ومحفزة لروح الإبداع لداء المتعلمين وبالتالي فهي ناقلة لأداة المعرفة من السياق المدرسي إلى السياق الحياتي للمتعلمين كذلك أن هذه الأنشطة الصفية تساهم في التنسيق بين المواد لتكون رابطة بين مختلف التعلمات وهذا يتطلب تنسيق قبلي إدارياً وبيداغوجياً بهدف إنجاح هذه الأنشطة وفق تصور جماعي بالنسبة للأنشطة لا صفية هناك مصرح، رياضة وإلعاب دهنية، موسيقى، نشيد، إداعات، مدرسية، فنون تشكيلية وأخرى تصويرية أنشطة وغيرها من الأصناف من الأنشطة اللاصفية المكملة للعملية التعليمية تتيح للمتعلم مساحة كبيرة في التعبير عن ميولاته ومهاراته فهي تشكل له متنفساً وفرصة لاكتشاف ذاته كما أنها تخلق لديه نوعاً من التوازن بين متطلباته ومتطلبات المنهج الدراسي